أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمل أن يسعى المرء دائما لإصلاح قلبه إحنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أنه لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إحنا الأول شغلين على مسألة استقامة القلب لأنه لو استقام القلب لا استراحى الناس جميعا قال تعالى وأن لو استقاموا شوف الاستقامة تودل فين بقى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا تجد الخير كله في الاستقامة والاستقامة تنبع من القلب فعشان كده ماشي مع حضراتكم سلسلة إصلاح القلوب تكلمنا عن سلامة القلب وسمات وصفات القلب السليم وبدأنا نتعرض لأمراض القلوب وإحنا بنتعرض لأمراض القلوب بنمسك مرض مرض بنشير إليه عشان لا سمح الله إلا عنده إلا إلا عنده مرض يسعى لإصلاح هذا الأمر فما من داء ركز معايا فما من داء إلا وله دواء مسألة أنا كده ربنا خلقني كده أنا طبعي كده والطبع غالب التطبع لنفش حاجة اسمها كده أي شيء يسهل تغيير هذا الشيء تعالوا نشوف النهاردة عندنا مرض خطير فتاك بيفتك بالإنسان من أمراض القلوب خطير جدا يا حضرات هو الإعجاب بالنفس إنه واحد يبقى يعني حاسس إنه مفيش زيه مو أعجب بنفسه أوي لا خد بالك دا اللي غرأ إبليس هو إعجابه بنفسه آه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدمة فسجدوا إلا إبليس ليه إبليس ما سجدتش قال أنا يا دي أنا يا دي أنا اللي معطل الدنيا يا دي أنا اللي مزع على الناس من بعضيها يا دي أنا اللي هي سبب الهلاك أنا 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 هي السبب في العكننا هي سبب المشاكل يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن زمن الفتن قال إيه في زمن الفتن قال إعجاب كل ذي رأي برأيه يعني كل واحد يقولك أنا أنا شايف لا بالراحة إيه أنا دي ها فإعجاب الإنسان بنفسه دا بيودي للهلاك والعياذ بالله دا مرض خطير على الإنسان دائما أن يستصغر نفسه يعني يقول يا رب يا رب يعني نحن الفقراء إليك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعي ربنا يقول إيه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ها ركز بقى في اللي جاي إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت وبعدين يسترسل النبي في الدواء يقول أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك شوف يبقى الإنسان عارف قدرة نفسه تعالوا ناخد مثال بسيط أوي من سمات الأنبياء والصالحين إنه هم بيعترفوا بمواهب الآخرين بقدرات الآخرين مش كلما نيجي نتكلم عن حد وليه هو بيفهم حاجة يعني أنا اللي بقى فهم وليس كلها بتفهمش مفيش حاجة اسمها كده يعني بلاش إعجاب الإنسان بنفسه أزيد من اللازم ده ده يغرقوا سيدنا موسى بيدعى ربنا بيقول إيه سيدنا موسى بيكلم ربنا بيقوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا مين فينا كده مين فينا لما نيجي نقوله تفضل أذن يقول لأ فلان الفلاني صوته أحسن مني اتفضل حضرتك إن تأذن مين فينا بيعترف بقدرات الآخرين لأ فلان الفلاني ما شاء الله عليه ده ذكي ربنا يكرمه لأ فلان الفلاني ده إنسان كريم مش هو تلاقي واحد تاني بقى النس كلها وحشة وهو اللي ما جابتوش ولادة يعني مثله لم تلد النساء لا ده من صفات إبليس إبليس بقى اعتزة وقال أنا اعتزة بذاته وبنفسي قال أنا خير من إنما الأنبياء والصالحين بيعترفوا بيعترفوا بمواهب الآخرين شو سيدنا موسى بعادي بمنتبه بقول يا رب أخي هارون هو أفصح مني لسانا أحسن مني في الجزئية دي يا نهر ربيض نبي وبيقول كده وبيقول إن فيه واحد أحسن منه نبي من أنبياء لازم نبقى كده في صورة في القرآن في صورة التوبة ربنا ضرب لنا مثال عن إن الصحابة رضوان الله عليهم في مشهد من المشاهد المشاهد يعني يعني حصل لهم كده لون من ألوان العجب يعني شوف القرآن قال كده ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عجبهم أو إن إحنا كثرة إحنا هنغلب بقى النهاردة ليه تمتمد على قدراتك معجب أو بقدراتك كان الجيش الإسلامي ساعتها 12 ألف يوم حنين غزوة حنين وكانوا قبلها بعشرين يوم كانوا فتحين مكة دخلوا مكة كانوا عشر تلاف مقاتل وأسلم ألفين فبقوا 12 ألف فهم راحين لحنين قالوا لن نهزم اليوم وإحنا نتغلب النهاردة إزاي نتغلب إذا كنا بعشر تلاف وقفنا مكة على رجل فتحناها قالوا إحنا النهاردة 12 ألف القرآن قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عجبتكم إن إنتوا 12 ألف يعني فلم تغني عنكم شيئة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ليه اللي حصل إيه كانت قبيلتيه وزن وثقيف دول العدو عملوا للصحابة كمين في وادي اسمه وادي حنين هم الجيش سبق جيش العدو سبق ونزل الوادي وعمل كمين في هذا الوادي فلما دخل المسلمون القناصة بتاع جيش العدو أرشقوهم بالنبال فتقهقر جيش المسلمين الكثرة عجبتكم عرفت إحنا إيه اللي بيحصل لنا لما ربنا بيامن علينا وعملنا حاجة عملنا إنجاز في مصر مش هنقعد بقى جنب الإنجاز نطبل ونزمر ونشتغل بقى أهو الله ذلك فضل الله فريق من الفرق أخدت الدور ألف باركة نقعد بقى أحنا غادنا لا ركز في اللي جايش أنت ربنا كرمك وخدت الثانوية واطلعت الأول أيوة أنا وأنا لا لا أنا إيه الحمد لله ذلك من فضل الله يلا ركز في اللي جاي بقى لأنه ده مدخل من مداخل الشيطان نعملك إعجاب بالنفس فيلهيك عن المرحلة المقبلة أنك تعمل فيها نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا من هذا الداء الخطير اللي هو الإعجاب بالنفس لما حد يصني عليك ولما حد يمدح فيك شيء قل ذلك من فضل الله قل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر الله يقول قل إن الفضل بيد الله مش شطر مننا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اشتركوا في القناة